سلامنا الطباركات الكثير من الأسئل المتصلين من الأخوة دكتور كيف نتخلص من الفايتك أسيد كيف نستطيع أن نأكل المكسرات ونستفاد من المواد الموجودة بها لبراحة لتنات المعادن دون أن يأثر الفايتك أسيد عليها في الحلقة الأخيرة التي عملناها والتي تكلمنا بها عن المكسرات البرازيلية قلنا لكم أن هي تحتوي على أكبر نسبة من السلينيوم الطبيعة القابلة للمتصاص أيضاً وابدتني الأسئلة دكتور شون نستطيع أن نتناول المكسرات المرازيلية ونتخلص من الفايتك أسيد اللي موجود بها حتى لا يعيق انتصاص الأملاح والمعادن والفيتارينات اللي موجودة بها وأني الآن أسأل هؤلاء الأخوة وقلهم وليش أنت أصلاً تريد تتخلص من الفايتك أسيد هو أصلاً شن الفايتك أسيد هذا اللي راح ننطشه بالعلم والدعسات الطبيعية في هذه الحلقة بعيداً عن مقاطع اليوتيوب ومقاطع مراقع التواصل الاجتماعي اللي توصل لك عن خاص واللي يقوم بها أشخاص يأما يتيوبرز يأما دكاترة غير متخصصين لا في علم التغذير ولا في علم العشارة الطبية خليك معنا في هذه الحلقة وعن بركة الله بسم الله الحمد لله والسلام عليكم ورسول الله والسلام عليكم ورسول الله أخوكم بكتور رحمد للجبار خصائط طب الوظيفي بكتور عفو الطب التكميلي والعلاج بالعشارة الطبية الارت المتحدة الأمريكية بكتور عضو في هيئة البورد الأمريكي للطب البديل بكتور عضو في هيئة البورد الأمريكي للطب الشمولي بكتور عضو في هيئة البورد الأمريكي للطب التكميلي وما هو الفايت الكاسد أخواني الأحباب الفايت الكاسد هي مادة موجودة في البذوب الحبوب البقوليات والمكسرات هذا هو اسمه العلمي ونرمزها في المرمز IP6 ودائما نذكر في هذا المرمز لأننا نجعل نهاية الحلقة وهتتعرف على المفاجر من العيار الثقيل أن هذه المادة هي عكس تماما ما يشاع عليها وما ذكر عليها من كل السلبيات من الأفر اليوتيوبرز والأطباء الغيبورت الصين هذه المادة أخواني أخواني أحباب تقوم بتركزة في القشرة الخارج لهذه المواد التي ذكرناها وهي تقوم بحماية هذه النباتات من التأكل وتحافظ عليها لدرجة أن في المقابر القديمة وجده بذور يرجى تاريخي على 200 و 300 و 400 سنة وهي لا تزال صالحة للزراعة ليش؟ لأنها بعيدة عن الرطوبة تم حفظها بشكل جيد ولأن الفريثيك أسيد حافظ عليها من التلف خلال كل هذه السنوات هذا أحد فوادل للنباتات الآن لما تدخل اليوتيوب راح تجد أن الكثير من اليوتيوبرز الكثير من الأطباء اللي أنا اسميهم ذكاتة اليوتيوب اللي يتكلمون في غير مجال تخصصهم تكلموا عن هذه المادة وقالوا للناس أن هذه المادة تمنع امتصاص الأملاح تمنع امتصاص الحديد الزينك الكاليسيوم وأن هذه المادة مضرّة جدا وأنه يجب التوقف عنها وأنه موجودة في المكسرات وموجودة في البقوليات وموجودة في البذور وأنه يتمنع امتصاص هذه الأشياء اللي ذكرناها وحتى لا يحدث عندك نقص في هذه الأملاح أو المعادن فلازم تقطع كل هذه المواد ولازم تحول إلى أندرام الكيتروجينيك دايت وهذا الكلام أفوال الأحباب كل هراء في هراء وكل تسويق لأنظمة غذائيا راح تؤدي إلى نقص الفيتامينات والأملاح والمعادن عندك وبالنهاية راح تفضل إلى شراء المكملات الغذائية اللي سوق لها هؤلاء الأخوة وبالنهاية أنت راح تنضر وهم راح يستفادون بالنهاية ليش قلت لك هذا الكلام الدراسات أخوالي الأحباب اللي عملت على هذه المعادة معادة الفاتيق أسد وجدت أن هذه المعادة أولا من أقوى مضادات الأكسدن ثانيا تحمل جسم من الشراء والحورة ثالثا مضاد رائع جدا للمساعدة وللعلاج وللوقاية من جميع أنواع الأورام السرطانية اللي تشاهدينها أعمالكم على الشاشة رابعا يقوم بتخلص الجسم من الحديد الزائد والكاليسيون والمعادن الزائدة اللي يزيد على الحاجة للجسم حتى نسف بين الكوارث وهذا بعدين ونحن نشوح أيضا خامسا يعمل على حماية الجسم من الإصابة بجميع أنواع الحصوات ببداية حصوات الكلة سالسا يعمل عملية ديتوكس للجسم سابعا يقوم بحماية وحدات إنتاج الطاقة في الجسم الميتركندرية من التلف اللي تتعرض له نتيجة الشوارد الحرى الموجودة بالجسم وفي روائد أخرى حتى نتتسح هذه الحلقة لذكرها لدرجة أنه قاموا بتصنيع مكمل غذائي من عنده وهو من أشهر أنواع المكملات ودائما ينصحوا للمرضى اللي يعانوا من الأورام السرطانية أو الناس اللي تعاني من حصوات الكلة لابن يستعملون هذا المكمل والآن أنت تجيب تسألني الشوء الأشياء لهذا المكون اللي موجود الذي الله سبحانه وتعالى في النباتات لغرض معين الله سبحانه وتعالى لإخلاق هذه النباتات هو اللي يعلم وهو يعلم أنه أنت تجيب تستهلك هذه النباتات لذلك دائما نقول أخوانا للأحباب لا تتحدل على الله سبحانه وتعالى ولسه ونفسك أفهم من عنده كيف يقوم هذا الفيتك أسيد بهذه العملية أخواني الأحباب الفيتك أسيد عندما يدخل للجسم تمتصل معاه تقوم بتحويله إلى مجرد ذن كل حديد أو زينك أو كاليسيول زائد عن حاجة جسمك يقوم بعمل عمل يسميه بعملية الكيلاتي ليش لأنه هو كيلاتر ليش يعني بالضبط يعني عبارة عن شرطي داخل عنده هدف معين ينفذه ويطلع يقوم بالتعلق بالحديد أو التعلق بالزينك أو التعلق بالكاليسيول أو التعلق بأي معادن زائد عن حاجة جسمك ويحاولها لأمادة تسمى مادة الفيتيت هذه المادة التي تبطرحها مع الفضلات يتخلص الجسم من الهليش لأن الحديد إن أضل في جسمنا أخوان الأحباب راح يؤدي إلى تكوين الشرارة الحرة الكوبر أو النحاس الأضل في جسمنا أيضاً راح يؤدي إلى تكوين الشرارة الحرة راح يؤدي إلى الأضراب البنكرياس راح يؤدي إلى الأضراب الكلد للأضراب الكبد ويسببنا التهابات ويؤدي حتى للأضراب الدماغ ويسببنا أمراض الخرف الدميشة وغيرها من الأمراض راح يؤدي أيضاً إلى تكوين الشرارة الحرة اللي راح تقوم بمهاجمة وحدات انتاج الثاقة الماتو كوندوري ودخلينها تعبانين خليني نصاب بالعياء وهي أول مراحل بداية لشوء الأوراب الخبيثة نسأل الله العافية لذلك الله سبحانه وتعالى جعل في النباتات بالذات برانية بهذه العناصر مثل البقوليات والمكسرات حتى لما نتناولها بكميات كبيرة يخلصنا من المواد الموجودة بيها والتي يزاعد عن حاجة جسمنا أي شيء يعمل أيضا لما يروح الكالسيوم ويسبح في مجر الدم عندك يصاب جسمك للتسمم لذلك يخلصك من الكالسيوم ويتعلق به وما يخلي جسمك ينظر من عندك يروح للكليتين ويمنع الكالسيوم من تكوين حصوات الكده يروح للكبد والبنكرياس والدماغ ويقوم بحماية محدات انتاج الطاقة وموجود بها الميتو كوندورية من الضرر اللي ناتج عن زيادة الحديد والمعادن الثانية بالجسم يقوم بالتعلق وهذه المفاجئة بالميركوري اللي هو الزبق والزرنيف اللي هو الأرسينيك والنحاس والألمنيوم اللي تدخل الجسمك نتيجة تناول الطعام الملوث نتيجة الأسمد والمبيدات ويعمل لك عملية ونظف جسمك من عدد بلاش وبدون ما يضحك عليك وتشتري مكملات انت ما محتاجها أصلا حتى تعمل عملية ديتوكسي الجسمك انت أصلا كل ما تاكل بخوليات كل ما تاكل مكسرات انت تتعمل عملية ديتوكسي الجسمك برحمتكم بالعالمين وانت لا تعلم كل هذه الدراسات اللي راح لعرضها أمارك وخواني الأحباب واللي هي ما أخوذها من المكتب الأمريكي للعلوم الطبية واللي هي من أوثقة المواقع اللي اعتمد عليه في أبحاثنا ودراساتنا تم عملها على الفايتك اسيد وأثبتت هذه الدراسات وبما لا يقبل أي شيء كل هذه الفواد اللي ذكرناها واللي تقاها أنا أشترك لحتها الخط الأحمر لدرجة ان واحدة من الدراسات هذه اللي عرضها أماركم قالت انه هذا الفايتك اسيد مؤدي إلى إلاج الأهرام السرطانية بالعالية التالية أولا يمنع الخلايا السرطانية من النمو ثانيا يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار ثالثا يزيد من معدل عملية الانتحار الباتي اللي يسمي الهيبابتوسيز للخلايا السرطانية يمنع وصول انداداتها إله ويمنعها من التأثير على الخلايا السريمة كل هذا يقوم بالفايتك اسيد وبدون أي آثار جانبية لذلك أنا داما أنصح المرضى النصابين من البقوليات المضبوخة في قدر الضغط في طعاما ويزيد من المكسرات لما لهذه المعدة موادقة الفايتك اسيد من أثر رائع جدا في الوقاية وفي علاج الروم السرطان لدرجة وهذه الدراسة اللي راح أعرضها أماركو الآن على الشاشة قالت في نهايتها أنه الفايتك اسيد نحن لا نعلم هل هو مساعد أم هو أصلا بديل على العلاج بالكيماوي ليش؟ لأنه يقوم أيضا بحماية جسم الإنسان يقوم بالتعلق بالكيماوي للدخل إلى جسمك ويحاول إلى ما الدقاء قبل الانتصاص ويطرحه مع الفضلات لذلك هو يساعدك في كل هذه الأمور الآن عرفت أخي الحبيب أن الفايتك اسيد هو من أفضل المراد اللي ممكن تستعملها في حياتك وأن الله سبحانه وتعالى ما جعله اعتباطا في هذه النباتات أو المكسرات وإنما جعله الحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى وأنه أنت ما تحتاج أنه تتخلص من عندها لكن هناك حالات معينة ننصح الناس المصابين بها من أن يقللون من المواد اللي تحتوي على الفايتك اسيد إيش يا هذه الحالات الأصابة بفطرة دم الحات أو الأصابة بنقص الزينك أو تناول الأطعمة اللي تحتوي على فيتامين سي لأن الفايتك اسيد يقلل من الأمتصاصها عدا هذه الحالات أخواني الأحباب ألصح الكل بتناول الأطعمة اللي تحتوي على الفايتك اسيد الشون نقلل من عنده في أطعمتنا ببساطة لأنه تقوم بنبع البقوليات قبل أنه تطبخها وتطبخها بجدر ضلط بالنسبة للمكسرات يقول لك أنقاحة وديول ما يمالتها وأنا أقول لك خير حبيب وكلها مثل ما هي أو أرقاحة أو حمصها ما راح يدري أو شيء ورح تستفاد من عده ويمتص جسمك كل المواد اللي تحتاجها من عندك والباقي هي طرحا طريق الفضلات لذلك لما تكلمنا على المكسرات البرازيلية وقلو لكم أن كل حبة واحدة من عده تحتها وعدها 90 ميكروغرام من السلينيوم وأن جسمك فقط يحتاج في اليوم الواحد إلى 55 ميكروغرام فلما الله سبحانه وتجعل بها فايتك أسد وهو آية حتى لما يأتي الإنسان يتناول حفنة كاملة من عده ويدخل إلى جسمه أكثر من 1000 ميكروغرام من السلينيوم وهو ما يحتاج أكثر من 55 ميكروغرام يأتي الفايتك أسد ويؤدي عمله في جسمك ويخلصك من كل هذا السلينيوم الزائد اللي لو ترك بدون ما تخلصنا من عده هذه المادة تصارت كارتة في جسم الإنسان وهذه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة انشر هذه الحلقة ساهم أخي الحبيب في دعم هذا القناة ونشر العلم الطب الحقيقي اللي يتكلم فيه مختص في مجال تخصصة عند خبر أكثر من 20 سنة في هذا المجال وأوقف عملية النصب والاهتيال وتسويق المقاملات الغذائية اللي يقوم بهدوكاترات اليوتيوب وخلي الناس تحتروا من الأكل اللي الله سبحانه وتعالى عن طهية وتشهم الطب الصح هتنسوا من دعاكم جب عاليسكم وسلساتكم كل رحب الصدر عن طريق وصحب العيادة كل أخوار أغبين بلاج عمراض ومزمن من جذرورها وصلوا معنا على وصحب العيادة على رحب والسعر وفرما صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته